السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اوعى تيجي اكتر من كده خليك واعف مكانك يا سفروت ايه ايه يا سلامة في ايه انا عايز اسألك شوية اسئلة بس عايزك تجواب لي بكل صراحة وبكل الشفافية وبكل صدق طيب قعد بس اخد نفسي وبعدين انا بجاوب اصلا في كل الاسئلة بصراحة قعد حاضر اتفضل قعد انا عايز اسألك السؤال الاولاني ايه هو؟ اعايزك الصدق اللى انا قلتلك عليه انت اسمك ايه يا سفروت؟ جرلك ايه يا سلامة؟ جوب على قد السؤال اسمي سفروت المسافرت اه سفروت المسافرت ااا politics انا تقل لك ايه سفروت يا مسافرت انت بتستحمة كم مرة في اليوم؟ الشتة مرة والصف مرتين مش كفاية يا ابني مش كفاية انت المفروض تستحمة يا زي ما انا باستحمة حوالي عشر مرات في اليوم عشر مرات ده كتير قوي يا سلامة ده أنا كده أدوب تدوب وانت نضيف أحسن ما ما تدوبش وانت مش نضيف يا أخي السؤال الثاني ها؟ انت بتغسل سنانك كم مرة في اليوم يا رب صبرني بقل لك جاوب على قد السؤال حاضر حار مرتين مرة بعد مصحة ومرة قبل منام برضو مش كفاية يا سفروت مش كفاية مال إيه داي؟ حاجة غريبة يا أخي السؤال الثالث بالنسبة بقى الموضوع الأكل دوت انت بتغسل إيدك كاك كم مرة قبل الأكل وكم مرة بعد الأكل مرة قبل الأكل ومرة بعده يا ابني مش كفاية حرام عليك ايه الخيال اللي انت فيه ده حرام عليك انت المفروض ده تغسل إيدك قبل الأكل ست مرات وفي نص الأكل ست مرات وبعد الأكل اتناشر مرة ده غير ان الصابونة اللي انت هتمسكها عشان تغسل بها ايدك تغسلها بصابنتين بس كده الصابونة تدوب تدوب؟ يعني ده اللي انت عملت قوله ده يا سلامة انا دلوقتي بس عرفتهم ما سموك سلامة وسوسة ليه سلامة وسوسة ليه هو يعني النظيف اللي زي اللي يحافظ على النظافة الشخصية والنظافة العامة يبقى اسمه وسوسة النظافة العامة والشخصية مطلوبة فعلا يا سلامة بس مش لدرجة الوسوسة والافراط ما زاد عن الحد انقلب الى الضد يا سلامة ايه يا سلامة انا حاس ان انا ايه يا سلامة دايخ حاس ان انا دايخ دايخ مالك يا سلامة ايه؟ طب بس بس ايه ده؟ ايه ده يا سلام؟ هتقع ولا حاجة؟ دايخ اه هتقع؟ لما تقع وانت نضيف احسن ما تقع وانت مش نضيف يا سلامة